بسم الله الرحمن الرحيم نستكمل المثال في درس السابق طبعا راح أحل أولا بفكرة مجموعة الجديدة ومجموعة السابق بعد كده راح ألغيها أحس أني استعجلت شوي خليني أحلها بفكرة مجموعة الجديدة والسابق ثم بعد كده نشوف أنه ما نحتاج مجموعة جديدة وسابق بسبب طبيعة البرمجة طيب قلنا حنا هنا قلنا فنال عملية الدوران هنا كل مرة نقول المجموعة الجديدة سوى المجموعة السابق زايدة العدد الحالي طبعا لازم نعطي المجموعة السابق قيمة ابتدائية وهي صفر ولازم في كل مرة لما نقول لنا المجموعة الجديدة سوى المجموعة السابق زايدة العدد الحالي لازم المجموعة السابق نعطيه قيمة المجموعة الجديدة لازم نقول هنا المجموع السابق يساوي أو ياخذ قيمة المجموعة الجديدة مزين لأنه المجموعة بس المجموع الجديد في الدورة حقه اللوب هذي هو راح يكون المجموع السابق في الدورة الجاية أرجوكم هذه واضحة المجموع الجديد في دورة اللوب هذي أثناء اللوب تدور الآن الدورة هذي الدورة مثل رقم خمسة لللوب المجموع الجديد في الدورة هذي هو راح يكون المجموع السابق في الدورة الجاية في عملية التكرار الجاية أو بعبارة أخرى فإن المجموع السابق في عملية تكرار هذه هو المجموع الجديد في عملية تكرار السابقة أرجو أن يكون الكلام هذا واضح المجموع الجديد اللي هو خمسة زائداً هالمجموع السابق هذا مضبوط أو العفونا مجموع السابق اللي هو هذا اللي بالأصفر هذا أربعة زائد ثلاث زائد اثنين زائد واحد مجموع السابق هو المجموع الجديد في المرة السابقة هو المجموع الجديد في المرة السابقة زينا اللي وقلنا أنه الثلاث زائد اثنين زائد واحد زائداً أربعة هو المجموع الجديد مضبوط برضو لازم بما أن نقول المجموع السابق ياخذ طبعاً في عملية التباعة رح نشوف هذا الثلاث نجيل برنامج الممكن يكون عندنا compiler error لك خلي شوف البرنامج اللي عندنا هنا طيب خلو نفذ البرنامج هذا هو البرنامج الآن قراءنا هو شي العدد اللي هو ال N زي ان رح نجمع من 1 الى N بعد كذا قلنا old sum 0 new sum هذا المجموع السابق والمجموع الجديد كلها 0 الكاونتر بواحد بعد كذا طبعا هنا فيه ما عليش فيه هنا واجبنا نقول N بعد كذا رح نعد طالما اننا ما وصلنا ال N زي ان طالما ما وصلنا ال N فان المجموع الجديد يسوي المجموع السابق زائدا العدد الحالي ثم بعد كذا المجموع السابق يسوي قدس المجموع الجديد مبعد كذا كاونتر بلس 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 خلونا الآن نبدأ بتنفيذ البرنامج نشوف كيف راح يتلقى طيب طبعا هذه عملية القراءة والهذه خلونا مشيها الآن جات عملية قراءة ال N الآن جات عملية قراءة ال N خلونا نعطيها رقم خلونا نعطيه مثلا ثلاثة حتى نسهل الموضوع شوي ونضغط Enter الآن قرأينا ثلاثة ال N راح تصير قيمتها ثلاثة هذه ال N قيمتها ثلاثة الآن المجموع السابق راح يكون صفر مزين؟ إلى الآن ما جمعنا شيء المجموع الجديد راح يكون برضو صفر إلى الآن ما جمعنا شيء الآن الكاونتر الكاونتر راح تكون قيمته بواحد نبدأ الجمع من الرقم واحد مزين؟ لأن الصفر ما يهمه في الجمع طالما أن الكاونتر أصغر من أو يساوي الثلاثة مزين؟ الآن شيكنا هنا تحقق الشرط حق ال while ندخل جوه ال while Entering the while دخلنا جوه ال while راح نفذ الجزء هذا الآن المجموع الجديد لاحظ الآن أننا الآن المجموع الجديد يسوي المجموع القديم اللي هو صفر زايدا الكاونتر اللي هو واحد زين؟ فصر عندنا صفر زايد واحد يساوي واحد بعد كذا وضعنا القيمة في المجموع الجديد الآن المجموع الجديد صر قيمته واحد الآن نقول أن المجموع القديم زين؟ هو نفسه المجموع الجديد ليش؟ لأن راح نستخدمه في المرة الجاية المجموع القديم هذا القيمة هذه تذكر القيمة هذه راح نستخدمها في المرة القادمة زين؟ نزيد الكاونتر بواحد الآن الكاونتر صر قيمته 2 جينا الآن نجمع العدد 2 الآن هل وصلنا العدد in؟ لا ما وصلنا العدد 2 نكمن زين؟ الآن نجي المجموع الجديد زين لاحظا الآن استخدمنا المجموع القديمة اللي هو 1 الآن نجمع من 1 إلى 2 زين نقول إنه من 1 إلى 2 زين من 1 إلى 2 هو نفسه الواحد هذا زين زائداً إلى 2 واضح فالمجموع هذي اللي هو 1 و 2 هو المجموع القديم اللي هو 1 زائداً إلى 2 زين فالمجموع القديم all sum هو 1 والكاونتر عندنا قيمته 2 زين فنقول 1 زائدا 2 اللي هو يعطينا 3 زين نخزن الثلاثة كالمجموع الجديد المجموع الجديد اللي عندنا الآن 3 زين نجي الآن ونقول المجموع القديم هو 3 عشان المرة الجاية زين فنقول انه المجموع القديم لما نجينا بنجمع مع الثلاثة نحتاج المجموع القديم هذا ليه 1 زائد 2 نخزنناه عندنا مضبوط وبعد كذا نزيد الكاونتر ب1 نطلع الكاونتر ب3 ثم بعد كذا نشيك إلى الآن ما زلنا ما وصلنا الثلاثة زين حنقلنا المجموع من 1 إلى 3 الآن نقول المجموع القديم زين اللي هو 3 زائدا الكاونتر لاحظ المجموع القديم اللي هو مجموع 1 زائد 2 اللي بلى زرق هذا زائدا الثلاثة لاحظ في كل دورة لللوب نبني على نتيجة الدورة السابقة زين لما نجينا مثلا لو قلنا من 1 إلى 5 لما نجينا الخمسة نبني على النتيجة السابقة لمن 1 إلى 4 زائدا الخمسة مضبوط فالآن نقول المجموع القديم المجموع الجديد هو المجموع القديم زائدا الكاونتر زين نجي نجمع المجموع الجديد الآن اللي هو مجموع الاعداد من 1 إلى 3 اللي هي 6 زين أخذنا مجموع الجديد الآن نحفظ المجموع الجديد في المجموع القديم عشان المرة الجاية في اللوب طبعا ما ندري حينها راح تنفذ المرة الجاية في اللوب ولا لا زين نزيد الكاونتر بواحد نجي نشيك طبعا الفولس انتهت الوايل لوب نجي الآن نطبع السم اللي هو 6 زين إذن نيو سم هو 6 أرجو أن يكون المثال واضح طبعا الآن لاحظ معي إنه أولد سم جيت نيو سم نيو سم جيت أولد سم زائدا كاونتر زين فإذا نستطيع أن نشيل أولد سم هنا من هنا لاحظنا هي تاخد نيو سم والنيو سم تاخد هذو أولد فإذا نشيلها حطها هنا مضبوط وهذه ما تحتاجها وبنفس الوقت سمها سم بما أنها نفسها سمها سم بدون مجموعة قديمة مجموعة جديدة زين وهنا سم والمجموعة الجديدة تخلص منه وبكذا انتهينا للحل الأخير ونطبع هنا صم وهذا هو اللي تكلمت عنه أنا في آخر الفيديو السابق زين لما قلت أنه راح نشطب على كلمة المجموعة الجديدة هنا عندنا راح نبقي فقط المجموعة راح نشطب على الكلام هذا كله والكلام هذا كله كاملا ونبقي عندنا المجموع يسوي المجموع زايد العدد الحالي مضبوط وهنا ما راح يكون عند المجموع السابقة أيضا راح يكون عندنا المجموع ا ففي الطريقة هذه الآن فكر في اللوب هذه كيف في كل مرة في كل مرة أول ما بدينا نقول المجموع صفر بعد ذا نقول طالما الكوتر أصغر من ه يساوي الـ إن في المجموع يسوي المجموع اللي حسب قبل زايد الـ كاوتر زايد الكاوتر بعد كذا شيك المجموع يسوي المجموع اللي حسب طال قبل زائدنا الكاونتر خلونا نسوي عملية تنفيذ سريعة هنا نبدأ عملية التنفيذ الآن جاء قراءة مثلا خلونا نضع رقم 5 خلونا نحاول نسري عملية التنفيذ شوي قررنا 5 المجموع صفر أول ما نبدأ الكاونتر بواحد الآن نجمع واحد زائدنا الصفر اللي هو المجموع السابق طلعنا المجموع الآن واحد زاد الكاونتر لاحظ معي هنا هذي وقف الفيديو وشف الأعداد اللي عندك هنا زاد الكاونتر الآن كملنا المجموع الثنين صار المجموع الثلاثة الآن اللي هو واحد زايد الثنين الآن المجموع يصير ستة اللي هو واحد زايد الثنين زايد الثلاثة مضبوط المجموع صار ستة الآن إنه وصلنا الثلاثة لحظة الكاونتر الآن صار الكاونتر با 4 الآن راح يصير المجموع واحد زايد الثنين زايد ثلاثة زايد أربعة اللي هو عشرة فهذا المجموع الآن راح يصير عشرة وهلا كاونتر زدناه با 1 على 5 فكل مره نحسب مجموع الأعداد من 1ِ ل stakes من 1 إلى 2 من 1 إلى 3 من 1 إلى 4 كل مره نحسب هالشيه هذا مضبوط باستخدام استفادتنا هذه ولم جمعناه قبل الآن وصلنا إلى 5 طلع المجموعة 15 الان صار الكاونتر بستة طبعا الستة ليست أصغر من الان وحنا طلبنا من واحدة لخمسة طبعا الصم اللي هو 15 وانتهى تنفيذ البرنامج ارجو ان يكون البرنامج واضح اكتب البرنامج حاول تحله حاول تفهمه بشكل جيد وكتمريد شبيه جدا بهذا ارجو انك تكتب برنامج يحسب المضروب وليس مجموعة العداد من واحد الى ان وانما مضروب العداد ان وهو شيء مشابه جدا المضروب طبعا لو اخذنا اي عدد ان المضروب مضروب العداد مثلا لو اخذنا الان بخمسة المجموع هو واحد زائد اثنين زائد اربع زائد خمسة هذا المجموع المضروب اللي نسميه ان فكتوريال فهذا الفكتوريال اللي هو واحد في اثنين في ثلاثة في اربعة في خمسة هذا هو المضروب حاول تحل المثال هذا زي ما حلينا المثال هذا لاحظ ان المضروب الخمسة هو مضروب الاربعة في خمسة هو حاصل الضرب هذا في خمسة مضروب الاربعة هو حاصل الضرب هذا لواحد في اثنين في ثلاثة في اربعة وهكذا اشتركوا في القناة